مرحبا انا لوبان احلى و سهلا فيكم بقناتي اكلة اونلاين اليوم نعمل مع بعض كريمة الموصلين بس بدنا نبلش بكريمة البتسير خلنا نشوف الكوينات كيلو حليب 200 جرام سكر بيلتين 90 جرام لشا نسمع لأصغيرة فانيليا رشة ملح ناخد من كيلو الحليب 150 جرام نضيف بلسحن و النار نضيف على النار حتى يغلي الحليب ثم نبدأ نضيف السكر و رشة الفانيليا و نقلب لتخطفي المواد يضوب السكر و النشا نضل نحرك و نقلب لوقت لا تخطفي كل المواد وبعدها نضيف البتسير كريمة كريمة طيبة نستخدمها بحشة الكلاير و بحشة التارت بعد أن امتزجت المواد كلها مع بعضها نبدأ بإضافة الحليب المغلي على مهل و نضيفها قليلا حتى لا ينطبخ البيض و ضروري نحرك نحرك لوقت معي سمك المزيج و يغليله قليلا حتى ينطبخ النشا بعد أن نطفي تحته نقلبه مباشرة على صحن وهو سخن و نغطيه بكلينك فيلم كلينك فيلم يجب أن يلامس سطح الكريمة وهي سخنة من الغطين يجب أن يلامس سطح الكريمة لكي نمنع تشكيل الشر و نقلب كمية كبيرة من الكريمة و نعيفها لتبرد لتاني يوم إن شاء الله ألف صحة هنا كريمة الموصلين نأخذ كريمة البتسير الباردة كريمة و نضيف تماما وهي الغاية منه نضيف الكريمة بالخفاء الخفاء كثير مهم و كثير ضروري شان تتجانس كلنا مع بعضه و لا يكون لدينا تكتلات فيه أبدا أبدا نضيف الخفاء و نشغل على أعلى سرعة هنا نقشط الحراف دائماً عندما يخفأ لازم نقشط لنقشط الخفاء و نحرك و نرى أنه يجب أن يخفأ لنقشط على الترافما مخفوق و نعود إلى صحنة و استعمل كريمة سائلة أنا بصراحة تعمدت أنه لا أغسل و ننظيف الخفاء أو صحنة الخفاء لأنه تماما و نعود إلى زيت الكريمة والصحن لن يؤثر يجب أن يجب أن يكون 600 جرام و أعطي 600 جرام و أعطي 600 جرام بصورة كريمة لكي تكون الكريمة تماماً تخفئاً و أبدا أبدا اضافة كريمة المخفوقة يجب أن تقليد 600 جرام طبعا اخذتها تأديريا يعني قدرت انه هذا اكثر من كيلو بحركها مع بعضها بتريدوا بالشبكة دوي انا كانت الخفاء عندي اسهال يعني بلشت اخفاء دوبة بس تمتزج المكونات مع بعضها صارت الكريم المواصلين جاهزة تكريمها كتير بنصح فيها كتير طيبة وكتير خفيفة صحة وانا تكريمها كتير